التأخير بالبت في ملف الصيدلانية مونة لبعلبكي المتهمة ببيع أدوية مزيفة للسرطان خطأ كبير وإجراء فاضح يجب أن لا يتكرر الموقف لوزير الصحة غسان حصباني الذي فند مراحل تحقيق التي مرت بها قضية لبعلبكي منذ لحظة توقيفها عن العمل في العام 2008 حتى صدود قرار الهيئة العليا للتأديب قبل أيام مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت تدافير قاسية لتدارك وقوع أي حوادث تؤدي إلى حالات وفاة وتعمل على تطوير مشروع قانون لتصبح هذه المعايير ضمن هذا القانون إننا أحل ملف الصيدلانية المعنية إلى النيابة العامة التمييزية بعد سحب إذن مزاولة مهنة الصيدلة منها وشطبها من الجدول في أقل من 24 ساعة من صدور قرار هيئة التأديب العليا وكنا نتمنى أن تستكمل الإجراءات التأديبية بسرعة أكبر لذا نأمل أن يتمم القضاء عمله من الآن بأسرع وقت ممكن ويجري التوسع بالتحقيق ليشمل كل من شارك أو ساهم في ارتكاب أعمال مضرة بالمرضى عبر أعطائهم أدوية غير صالحة لحالتهم في عام 2008 وأشدد على أنه لن يفلت أحد من المحاسبة والعقاب بالقانون مهما طال الزمن على أي مخالفة وعن ملف وفاة فرح القصاب أشار حصباني إلى أن نقابة الأطباء أصدرت تقريرها في الملف المتعلق بالدكتور نادر صعب وأصبح لدى النيابة العامة لافتا إلى أن الوزارة اتخذت الخطوات الاحترازية لتفادي أي مشاكل قد تحصل نتيجة أي مضاعفات في المراكز الاستشفائية